اوكي اذا سيد ممتعد من الجهات اللي عم بتقول كل شباي انه كل لبنان كل لبنان او كل لبنانية ضد فتح جبهة الاسنات في الجنوب ومستنكر كيف يمكن الوصول لهذا الاستنتاج وعم بقول بنوع من التحدي انه الارقام هي اللي بتحكم طيب هيني والقناها كله اللي ينزعج السيد بدكن ارقام تعووا نحكي ارقام تعووا نقدم لكن ارقام فينا بسهولة جدا نحكي ارقام لانه يعني في عنا نحنا ارقام يمكن الاستناد اليها وهي ارقام انتخابات الالفين واثنينة وعشرين هذه الارقام بعدها طازة اوكي نحنا حناخد كل فريق وكل حزب وكل مجموعة سياسية خلينا نقول ادي اخدت ادي اخدت اصوات بهذه الانتخابات وحنجحط هذه الاحزاب حسب فريقين الفريق اللي مع فتح الحرب واللي اعلن انه هو مع فتح الحرب والفريق اللي اعلن انه هو ضد فتح الحرب حنجمعهم كل ارقامهم اللي اخدوها بالانتخابات وحنشوف من معه اصوات اكتر بس هون في شي كتير مهم لازم نقوله لانه في متغير اساسي عن الانتخابات واللي هو بالانتخابات كان مع حزب الله في جبران باسيل وكان في مسلا ويقاموا هاب اللي هن هول كمان طرفين اعلنوا انهم منهم مع الحرب تعاوا نعد بتكون العد اوكي اللي مع الحرب عندك حزب الله اخد 351 الف صوت وكسور حركة امل 190 الف صوت مستقلون من 8 ازال اخدين 65 الف صوت الجماعة الاسلامية اخد 22845 صوت الجماعة الاسلامية 22800 عندناها تيار المرادة 21688 صوت الحزب الديمقراطي 15575 صوت حزب التشناق مع انه خلينا نقول انه حزب التشناق نحن يصعب جدا هلا التخيل انه اذا صار فيه استفتاء بالبلد ونسألوا الارمن هل انتم مع فتح الجنوب الارمن حيصوتوا ايه فعلا منستغرب هالشي بس نحن برضو حطينا الارمن مع فتح الجنوب لانه هن سياسيا مع حزب الله 13750 الاحباش 29857 الحزب السوري القوم الاجتماعي 7492 الحزب التقدم الاشتراكي 66131 مع العلم كمان انه الحزب التقدم الاشتراكي نحن منشك كتير ادو الاصوات مثلا ان اللي راحت اتخبت مروان حمادي هاي الاصوات اذا استفتيت اذا انه انه لبنان انه حزب الله يفتح جبهة دون اخد رأي اللبنانيين بالاعتبار رح يصوتوا نعم منشك كتير بس برضو حطيناها مع حزب الله المجموعة بيطلع لنا سبعمية واربعة وثمانين الف صوته وستمية وثلاثة واربعين اوكي هول الناس اللي هن اعلنوا انهم مع الحرب مع انهم الاربن ما اعلنوا هالشي بس اوكي بتاعوا نروح على اللي اعلنوا اعلنوا صراحة انهم ضدوا الحرب لوات اللبنانية ميتان وعشرين الف وستمية وسبعة وعشرين التغييريين تلتمية وثلاثين الف وخمسمية وسبعة وعشرين اتيال وطن الحر لانه بسيل طبعا اعلن انه ضد مية وتسعة وثمانين الف وثلاثمية وثمانية وسبعين قدامى المستقبل مية وثنعشر الف صوت 13 ألف صوت تقريباً مستقلون 14 أزار 82 271 صوت الكتائب 34 873 حزب التوحيد العربي اللي أعلن رسمياً أنه هو ضد 10 228 صوت طيار العزم اللي نجيب مئاتي قال أنه ما سألوني وين عايشين أنتوا بأي بلد 22 500 وصوتين الحوار 17 780 سوى 13 750 حركة الاستقلال 11 296 ميشيل ظاهر 9 229 حزب الأحرار 5 272 المجموع هو مليون وسبعة وستين ألف فارقة تقريباً على 300 ألف صوت طيب على أي أساس على أي منطق على أي حسابات كالكول طالع السيد بكل سئة يقلنا أنه عمله استطلع لتشوفه كيف أكثرية اللبنانية مع الحرب ما الأرقام موجودة والكالكولاتريس شغالة عادة عشو طالعين بكل سئة تقولوا بدنا نعد من وين جايبين هالسئة؟ إذا بهاي السئة حكمتوا لبنان الله يعطينا ربع 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 هالسئة اللي عندكم لنحكم العالم ترجمة نانسي قنقر